حوار الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية أثار جدلا كبيرا في جزء منه يتعلق بمصر وفي أجزاء تانية متعلقة بالأوضاع في المنطقة اللي هيعنينا فيه الأجزاء عموما المتعلقة بمصر والمتعلقة بقضايا مهمة جدا في المنطقة الأمير محمد بن سلمان تحدث عن العلاقات المصرية السعودية وتحدث عن مشروع مهم جدا قال حتى المنافع التي سيجلبها للسعودية ولمصر وهو مشروع الجسر وتحدث عن تيران وصنفير وقال إن الجسر ده مخطط له إنه يتم وضع حجر الأساس عشرين عشرين يعني بعد ثلاث سنوات في 2020 المشكلة في الكلام إنه يبدو إنه هناك ربط ما بين الجسر وتيران وصنفير تعالوا نشوف أولا يعني حنشوف نشوف مع الكلام كده أولا حديثه عن العلاقات المصرية السعودية هو حديث مهم جدا وحديث بيؤكد على عمق هذه العلاقات اللي احنا بنقول وبنقول دايما يعني مهما كان فيه طبيعي حنختلف مهما كان فيه خلافات لكن العلاقات المصرية السعودية تحديدا يجب أن تبقى قوية مهما كانت الخلافات حول بعض القضايا نشوف الجزء الأول عن العلاقات المصرية السعودية تقصد الإعلام الخونجي مصري الإعلام الخلاف وإعمامه بخونجي في زعلة أنا أدري حنوش القصة الإعلام اللي ينتقد السعودية أو العلاقة السعودية مصرية هو نفسه ينتقد فخامة الرئيس السيسي العلاقة السعودية مصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف وفي كل الأوقات ولن يتغير هذا الشيء لم يصدر موقف من حكومة مصرية سلبي تجاه السعودية ولم يصدر موقف واحد من حكومة السعودية سلبي تجاه حكومة المصرية ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة هذه قناعة مرصخة ليست لدى القيادة في بلدين بل لدى شعبي البلدين الإشاءات بلا شك سوف يحاول أعداء المملكة العربية السعودية ومصر خلقها بشكل أو آخر سواء من الدعاية الإيرانية أو الدعاية الأخوانجية لإحداث شرخ بين العلاقة السعودية والمصرية القيادة في بلدين لا تلتفت لهذه المحاطرات وهذه التفقات ده الكلام عن العلاقات المصرية السعودية وهو طبعا شايف أنه اللي بيغزي هذه الشائعات أعلام إخواني بالإضافة إلى الإيران أيضا اللي هي مشكلة كبيرة في المنطقة طيب نشوف الكلام عن الجسر الذي تخطط المملكة العربية السعودية لإقامتي بينما نستطيع نوفر لهم ممر من خلال السعودية مباشرة لجسر الملك سلمان اللي يعني عنه العام الماضي إلى شمال سينة سوف تقتصر الوقت سوف تقلل التكلفة وسوف يكون فيها الضمانات الأمنية أعلى بكثير من المناطق التي تمر فيها هذه البضايا الجسر هذا ماضيين فيه؟ بلا شك وهذه سوف تخلق الكثير من الصناعات والأعمال داخل السعودية من ربط طرق وربط شبكات الكهرب وربط بعيبات الغاز والنفط وربط السكك الحديدية إلى شمال سينة الفرصة الثالثة التي نستهدفها في اللوجستيكس هي الطيران اليوم أخواننا في الأمارات وفي قطر قدموا عمل رائع جدا في نقل الطيران في الشرق الأوسط بينما ليس يديهم سوق محلي قوي يعتمدون عليه للنطلاق والسيطرة على سواق الشرق الأوسط في السعودية لديها أكبر سوق محلي كسوق طيران فمفروض الشركات السعودية للطيران يكون لها حصة أكبر بكثير من اليوم في حصة طيران الشرق الأوسط هذا أيضا الجانب الثالث الذي نعمى عليه في اللوجستيكس طبعا كل الكلام جابي جدا هي المشكلة بس الأساسية هي هنا أنه لو هناك ربط بين الجسر وما يحققه من منافع وتحدث عن المنافع التي يمكن أن تتحقق للشعودي الكلام عن الجسر وما يحققه من منافع لمصر والسعودية هنا لو هو مرتبط بقى بقضية تيران وصنافير هتبقى هي دين مشكلة وإذا كان محددا للجسر زي ما قال في الحوار أنه حجر الأساس له سيوضع في 2020 فيعني جايز دا البعض يقولك يبقى حالة التصابق في إنهاء مشكلة تيران وصنافير بهذا الشكل لأن دا مرتبط بإقامة الجسر طب لماذا لا يتم الفصل بين إقامة الجسر إذا كان له منافع اقتصادية هنا وهناك وبين قضية تيران وصنافير وهي قضية خلافية كبيرة داخل مصر ربما القطاع الأوسع مع مصرية الجزيرتين الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع أكد هنا في هذا الكلام على سعودية الجزيرتين الجزر كيف؟ رأت بترجع الجزر؟ الجزر لم يجد هناك مشكلة أصلا في الجزر نسمع الإعلام المصري يتروح محكم ويطلع من محكم ويكترني دهج الذي حدث قبل سنة تقريبا هو فقط ترسيم الحدود البحرية الجزر مسجلة لدى مصر أنها جزر سعودية ومسجلة لدى السعودية أنها جزر سعودية ومسجلة أيضا في المراكز الدولية أنها جزر سعودية فقط ما تم هو ترسيم الحدود البحرية ولم يتم تنازل مصر عن أي شبر أو تنازل سعودية عن أي شبر من أراضيها وترسيم الحدود أتى لأسباب المنافع الاقتصادية التي ممكن أن تخلق بعد ترسيم هذه الحدود وعلى رأسها جزر الملك سلمان أو أمدادات النفط أو أمدادات الغاز أو أمدادات الطاقة أو القطار أو الطرق التي سوف تسهدف المينة التي سوف يوضع في شمال سيناء وصادرات دول الخليج لأوروبا طبعا يعني هي هو ده يعني يعلم الأمير محمد بن سلمان مدى احترامين له لكن يعني القضية خلافية هي المشكلة في ربط ما بين هذا الجسر اللي هو بتكلم على أنه سيحقق منافع اقتصادية للسعودية كبيرة وأيضا للقصر يعني لكن هو ركز على المنافع التي ستحقق للسعودية من هذا الجسر اللي هيوضع حجر الأساس له عشرين عشرين زي ما أكد فيه الحوار الذي تبعته منذ قليل على الام بي سي مع الاعلام السعودي المرموك الأستاذ داود الشريان هو حوار في غاية الامية لكن هي النقطة الخلافية هنا ربط الجسر بالجزيرتين خاصة أنا هو بتكلم على أنه الترسيم هو في البحر بيبقى تعيين زي ما قلنا تعيين الحدود بين مصر والسعودية هو ده اللي حيؤهل لإقامة هذه المشروعات وهذه المنافع نقطة خلافية كبيرة جدا لماذا لا يقام الجسر؟ مع مصرية الجزيرتين هل هنا الجسر شرط أساسي لإقامته أنه هنا يبقى فيه اتفاق على سعودية الجزيرتين أو أنه مصر تسلم الجزيرتين هو ده الخلاف الأساسي اللي يعني ربما هي قضية خلافية كبيرة بين مصر والسعودية وزي ما أكدت أنه القطاع الأوسع شعبياً وسياسياً في مصر مع مصرية الجزيرتين رئيس السيسي منذ أيام قليلة في مؤتمر الشباب قال كلاماً واضحاً إحنا ما اتفقناش مع السعوديين على أنه القضية انتهت إنما فيه الأمور الفنية وما يتعلق بالوضع السياسي إحنا بنعمله بعد كده مؤسسات الدولة القضاء والبرلمان لا نستطيع التدخل في ذلك كلام فيه غاية الأهمية المهم فيه هو إنه فيه جسر اللي هو جسر الملك سلمان حيقام بين مصر والسعودية سيحقق منافع كبيرة للبلدين حتى وإن كانت تحدث بشكل أكبر للمنافع اللي حتستفيد منها السعودية منافع كثيرة يعني لكن هي القضية هي ربط الجسر بسعودية الجزيرتين وهي قضية في مصر نؤكد على مصرية الجزيرتين فالخلاف الأساسي والواضح بشأن ذلك هل يمكن فصل إقامة الجسر عن إثارة قضية الجزيرتين ده سؤال كلام الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع في السعودية أنه لا فصل وأن الجسر مرتبط بتسليم الجزيرتين أو بسعودية الجزيرتين طيب اليمن وبيهمنا فيها الوضع خاصة أنه يعني دائما بيقدم الأمير محمد بن سلمان على أنه اللي بيقود الأوضاع فيما يتعلق بالتحالف في اليمن أو فيما يتعلق حتى بالوضع في اليمن وسيناريوهات ما يحدث في اليمن شعرته من كلامه كده أن الوضع حيطول يعني نسمع الكلام نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي وعلى عدل صالح لكن هذا بيكون نتيجة ضحايا في قواتنا بالألاف بنفتح عزا في كل مدينة سعودية بيكون نتيجة ثانية ضحايا مدنية يمنية بشكل عالي جدا وخسائر كبيرة الوقت من صالحنا النفس الطويل من صالحنا نحن وإحنا لدينا الإمداد لدينا كل اللوجستيكس المطلوبة لدينا المعنوية العالية العدو ليس لديه إمداد ليس لديه الأموال وليس لديه النفس الطويل في الوقت من صالحنا فنستغل الوقت من صالحنا لصالحنا لم نستغل الوقت من صالحنا معنى أننا قدمنا خدمة للعدو هنا سياسة النفس الطويل يعني أنه النفس الطويل في صالح السعودية والتحالف على اعتبار أنهم يعني يملكون الوقت للإمدادات لكن الحوسيين لا يملكون ذلك سياسة النفس الطويل ده معنى أننا لسا قدام وقت حتى ينتهي الوضع في اليمن وأنه المراهنة على من يتحمل إزاء السياسات النفس الطويل سوريا بوضوح شديد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع وولي ولي العهد تحدث حمل أوباما المسئولية وده يعني ربما يكون أول تصريح بوضوح يعني أنه أوباما كان عنده الفرصة لحسم الأمور في سوريا ولكن لم يفعل ذلك سوريا بلا شك الوضع فيها معقد جدا وبلا شك أنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أضع الكثير من الفرص المهمة التي كان ممكن يحدث فيها تغيير كبير جدا في سوريا اليوم سوريا أصبحت قضية دولية أصبحت روسيا موجودة هناك دولة عظم ودولة كبرى الولايات التحدة الأمريكية موجودة كل الدول الخمسة الكبرى موجودة هناك وأي احتكاك من هذه الدول الكبرى قد يحدث أزمة أكبر بكثير من أزمة الشرق الأوسط فالوضع معقد جدا نحن اليوم نحاول نخرج بأكبر قدر من المكاسب للمصالح السعودية أو لمصالح الشعب السوري أو دول المنطقة ده مكتطفات من كلام مهم لرجل القوي في المملكة العربية السعودية ولي ولي العاد الأمير محمد بن سلمان عن القضايا اللي ربما يعني ده أهم ما جاء في الحوار وأهم ما ربما ما يعنينا فيه الجزء بقى المتعلق تاني نطرح السؤال إذا كان الجسر سيحقق هذه المنافع الاقتصادية هل لابد من ربط الجسر بسعودية الجزيرتين في حين القطاع الأوسع شعبيا وسياسيا في مصر يؤكد على مصرية الجزيرتين وهل حجر الأساس للجسر عشرين عشرين هو ده اللي مخلي حالة اللوهاث والسرعة الشديدة اللي احنا شايفينها من قبل بعض الدوائر وبعض القوى وبعض التكتلات يلا نخلص القضية هل ده اللي بنشعر به داخل مصر أن فيه زق كده حالة اللوهاث ومحاولة إصراع لإنهاء قضية يعني كانت لعدة سنوات بيتم تأجيلها وتسوفها يعني حتى لو كانت مفارطا لكن هل عملية الإصراع ده لأن الجسر عشرين عشرين بعد ثلاث سنوات يرتبط بذلك سؤال يطلع منه أسئلة كثيرة لكن كمان في إطار يا جماعة ما نؤكد عليه دائما أنه حتى هذه الخلافات لا يجب أن تؤثر أبدا على عمق العلاقات بين مصر والسعودية العلاقات بين مصر والسعودية ليست اختيارا لا هي مصير وهي مصدر قوى للاتنين لمصر وللسعودية وللعالم العربي وللمنطقة بعد الفصل حنكمل